عودة الحياة إلى مدينة الحوط عاصمة محفظة لحجة فرحا بعد عام من تحريرها أهازيق وأغاني ورقاصات معبرة احتفاء بالذكرى الثانية لتحريرها من سيطرة ميليشيا الحوث والمخلوع تأتي هذه الاحتفالات بمثابة حلم لسكان المدينة بعدما تعرضت لسيطرة الجماعات المسلحة والميليشيا لتظل رهن المعاناة فترة من الزمن طبعا كوارث الحروب وما آلت إليه من أزمات وقعنا قرحنا بل استشهدنا استشهدنا البنانة ولكن هذه لن تثنينا عن عزيمتنا لن تثنينا عن خطنا إلى الأمام لنستعيد عافية لحي في المجال الفني والإبداعي عدد كبير من أبناء مدينة الحوطة ضحوا بأنفسهم في معركة الدفاع عن المدينة في موجهة هذه الجماعات ليرغوا بدمائهم تراب مدينتهم غير أنه يبقى أمامهم ملف المعتقلين الذي كان حاضرا في هذه المناسبة نوجه دعوة لكل السلطة المحلية ممثلة بالدكتور ناصر الخبقين لتحريك ملف الأسرة التي يتواجدون في السجون لا لشيء إنما فقط لإعطاء الحق أصحابه وكل من يدان في مثل هذه القضايا فنحن نطالب بإنزال شديد العقوبة على هؤلاء ونطالب في المقابل بالإفراج عن كل الأبرياء لوحة تعبيرية لاختزلة المراحل التي مرت بها لحج عموما في أزهى سنواتها الحافلة بالأدب والفن من خلال فرقة المسرح لجمعية المواهب حقيقة أن اللوحة تقسدت وتحمل معاناة المحافظة هذه مما تعرضت له طوال المراحل ونتمنى أن المراحل القادمة لا تحمل لهذه المدينة سوى الإبداع بكافة المجالات من فنون وأدب وثقافة وازدهار زراعي وازدهار اقتصادي لا تقف هذه الاحتفالات بحسب المسؤولين هنا عند هذا الحد بل ستشهد مدينة الحوط عصيمة المحافظة خلال شهر نوفمبر إقامة مهرجان القمندان الرابع وذلك لإعادة شريان الحياة الفنية لهذه المدينة مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحي